مساء الخير نقل الأسى أثقاله من بيروت إلى كفرون السورية في موكب ألام أب وأم وعمات ومحبون كانوا ودائع حب لجورج وصوفة في مصابه بفقدان ابنه وفي الموكب كان الوصوفة سلطانا على حزنه وضابطا لإقاعه وبوصيته الحبية منع إطلاق الرصاص في مراسم التشيع وطلب إلى أهل قريته ضبطا نفس عن بارودها واستبدال النار بالدمع وعلى سلم موسيقي وأغنيات جورج وصوفة المعدة للرحيل والغربة والفراقة سلم الأهل بالقدر وساروا في موكب تشيع البعيد حيث ووري وديع في مسقط الحب الأول كفرون وبالأبيض الخشبي زف وديع عريسا إلى السماء تاركا على الأرض جمرات في صدر الأب وحسرات في عيون الأم شاليمار سيدة الصبر وتحمل قسوة القدر انتهت تشيع لكنه لم ينهي أبو وديع الرجل الذي تحول رمزا وأسطورة في الحزن كما كان أسطورة النغم وما يواسيه اليوم أن الناس كانت سندا محبون فنانون سوريون ولبنانيون شكلوا جدارا على جسر الألم فكانوا الوفاء في يوم الفراقة واللبنانيون الذين توافدوا للتعزية إنما ليسوا في غربة عن تعزيهم اليومية في كل مفاصل الحياة لكن كل معاني المؤساة لا توفي السياسيين حقهم وهم يمعنون في تعذيب الشعب وضربه على الرغم من آلامه وحجب النور عن أيامه وبالكهرباء سيعذب المسؤولون المواطنين أسبوعا آخر وربما أسابيع وهم ينظرون إلى عرض البحر فيشاهدون سفنا تحمل التيار ويتم ساقها بالتيار هذه الجدلية ستستانف أعمالها بعدما عاد رئيس حكومة تصريف العمال نجيب ميقاتي من عطلة العياد ونسترجع نغمة تبادل الاتهامات في المسؤولية عن بواخر الكهرباء والتي يتحملها حصرا من أوصى بقدومها من دون فتح اعتماد لكن ما موقف حزب الله من هذه الإشكالية وهل سيدعم الرئيس ميقاتي إذا ما أقدم على جلسة حكومية ثانية يطرح هذا التساؤل من موقف لافت أدرجته قناة المنار بالأمس في إطار تأنيب المسؤولين عن استمرار نهج العتمة وقالت إن ساعة كهربائية واحدة باتت بالنسبة إلى المواطن أهم من كل اجتهاداتكم ومناكافاتكم السياسية والميثقية واحترام الدستور واتفاق الطائف وكل المسميات الموضوع عزورا كحاجز بين المواطن وبعض حقه في الكهرباء والماء وعجلة الحياة وكفى لعبا على خطوط توترها العالي فإلى من يقول الحزب كفى ومن هو صاحب الميثقية والمناكافات والاجتهادات سوى جبران باسيل وهل سيشكل الحزب قوة إسناد وزري لعقد جلسة لمجلس الوزراء وإذا فعل كيف سيؤثر هذا الأمر على العلاقة السياسية والتفاهم والرئاسة التي لن تعود حصرا لتمر من قنوات جبران لكن القنوات القضائية يبدو أنها ستحكم الجميع اعتبارا من الغد مع طلائع المفادين الأوروبيين على المستوى القضائي والذين سيحققون في مسائل ربما تغير المعادلات ويصحبون معلومات عن تحويلات مالية لشخصيات من الفئات الصعبة والوفد الأوروبي قد يحول المسار والدفة إذا منعكست نتائج تحقيقاته على الرئاسة والحكم برمته برمته اشتركوا في القناة